اشتركوا في القناة علق مدرب فريق تشلسي موريسيو ساري على امكانية انتقال الحارس تيبو كورتوا الى صفوف فريق ريال مدريد هذا الصيف واشار التقارير اخرى الى ان كورتوا سينتقل الى سانتياغو برنبيو خلال الساعات القليلة المقبلة وقال الساري في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس العالمية لا اعرف شيئا بشان ذلك الامر في هذه اللحظة واضف اريد ان اتحدث مع ادارة النادي وبعد ذلك سوف نتخذ قرارا حول ذلك الموضوع وعندما سئل عم اذا كانت شلسي بتا قريبا من ضم حارس اتلاتيكو بيل باو كيبا قال اذا لما كنا اعرف شيئا عن كورتوا فانا لا اعرف شيئا عن كيبا اكدت اذاعة اندا ثيرو الاسبانية ان نادي تشلسي حسمت عقده محارس مرمى فريق اتلاتيكو بيل باو كيبا اريزي بلانكا وحسب الاذاعة المذكورة فان كيبا فتقاب قوسين اود من الانتقال الى ستانفورد بريتش واشارت الان ادارة تشلسي اوضعت قيمة الشرط الجزائي في عقد كيبا بمبلغ ثمانين مليون يورو في مكتب الاتحاد الاسباني لكرة القدم تمهيدا لحسم الصفقة بشكل رسمي وافدت ان تلك الصفقة ستنتهي خلال ساعات حيث سيوقع الحارس الاسباني عقدا قد تتراوح مدته بين خمس او ست سنوات هذا وابت الشاب كيبا ريزي بلانكا الحارس الاغلافي تاريخ كرة القدم بعدما تأكد دفع نادي تشلسي الانجليزي لقيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي اتلاتيكو بالباول اسباني المقدر بثمانين مليون يورو وتخطى المبلغ الذي دفعه تشلسي الاثنين وسبعين مليون يورو التي قدمها نادي ليفربول لرومالي ايطالي للحصول على خدمات الدولية البرزيلية لسون بيكر كما اصبح الحارس الباسكي الشاب ثلاثة وعشرين عاما الاغلابين اقرانه الاسبان متخطيا ديفيد ديخيا الذي انتقل من اتلاتيكو مدريد الاسباني لمنشستر يونيتد الانجليزي مقابل خمسة وعشرين مليون يورو نشر الكروتي ماريو منزوكيتش مهاجم يوفينتوس الايطالي صورة تنتج معه بمواطنه لوكا مودريتش لعب وسط ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على انستجرام وكتب منزوكيتش كان من الرائع مشاركة تجربة كاس العالمة التي لا تنسى مع الزميل في الفريق وصديقي لوكا مودريتش واضاف الصيف الكبير قد انتهى لقد حان الوقت للعودة الى انديتنا واشار منقع كالتشو ميركاتو الايطالي الى ان رسالة منزوكيتش قد تشير الى بقاء مودريتش في ريال مدريد ويرتبط لعب وسط الندى الملكي برغبة ندي انتر ميلا لطلي في التعاقد معه ومن المتوقع ان يعقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحسم مستقبله تلقى مارلون سانتوس لعبي برشلونة الاسبانية عرضا من الدوري الايطالي لمغادرة صفوف الفريق الكتالونية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية ويعمل برشلونة على بيع عددا من لعبيه خاصة هؤلاء من خارج الاتحاد الاوروبي بعد ضم تشيلي ارتورو فيدال والبرازيلي ارثر ميلو وبحسب صحيفة موندو دوبورتيفو الاسبانية المقربة من برشلونة تلقت دارة لبلوغران عرضا من ساسولو لبيع المدفع البرازيلي مارلون سانتوس واوضحت الصحيفة ان عرض ساسولو تبلغ قيمته 12 مليون يورو وسيرحب برشلونة بعملية البيع ويتوقف الامر على تحديد برشلونة لشروط الدفع ويسعى برشلونة لبيع مارلون في ظل توافر اكثر من عنصر في خط الدفاع وهم سامويل امتيتي وجرارد بيكي والوافد الجديد كليمنت لينجلت بالاضافة الى الكولومبية ريمينة والمتوقع رحيله هذا الصيف ابلغ نجم منشستر يونيتد بول بوكبا ادارة نديه بوجهته المقبلة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وقالت صحيفة ديلميل البريطانية ان بوكبا اخبر زملائه في الفريق بانه في حاجة ماسة الى الرحيل لصفوف برشلونة واشرت الصحيفة الى ان المتوجب المونديال بعث برسالة نصية الى ادوارد وارت نائب الرئيس التنفيذي للمانيو ابدى خلالها رغبته في الذهب الى كتالونيا وكشفت الصحيفة ان بوكبا وفق على شروط عقده مع الندى الكتالوني اذا كان سيحصل على ثمانية عشر مليون جنيه استرليني كراتب سنوي وكان مينورايولا وكيل عمال اللاعب امتنع عن التعليق بقوله لن ادلي باي تصريحات حول بوكبا يجب ان تسأل مانشستر يونيتد حصل الالماني لوريس كاريوس حريس مرمى ليفربول على دعم كبير من جماهير الريدز التي حضرت فوز فريقها الودي على تورينو بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على ملعب انفلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وتعرض الحارس الالماني لانتقادات عنيفة بعد خطأه في مباراة انهاء دور ابطال اوروبا الموسم الماضي التي خسرها فريقه بثلاثة اهداف مقابل هدف امام ريال مدريد ليتعقد بعدها ليفر مع البرزلي اليسونق قادما من روما في صفقة قياسية بلغت قيمتها خمسة وسبعين مليون جنيه استرليني وشهدت المباراة مشاركة اليسونق اساسي قبل ان يحل كاريوس بدلا منه في الدقيقة الثانية والسبعين من المباراة في اول لقاء له يجمعه بجماهير ليفربول بعد مباراة نهائي دور الابطال وحظي كاريوس باستقبال رائع من جماهير ليفربول اذنالت تصفيقا حرا في الملعب تعبيرا عن دعمه قبل انطلاقة الموسم الجديد يتطلع الاسباني فرانشيسكو ايسكو صنع العب ريال مدريد للقيام بدور جديد مع النادي الملكي في الموسم المقبل بخلافة البرتغال كريستيان رونالدو في تزديد الركلة الحرة وتولى رونالدو مهمة تزديد الركلة الحرة منذ انضمامه لريال مدريد في صيف 2009 ونشرت صحيفة اسل اسبانية فيديو لايسكو اثناء ممارسته للعبة فيفا 2018 مع بعض لعب الريال بينهم بورخا مايورال وداني كارفاخال وماركوس يورينتي كشف خلاله ايسكو عن رغبته في تنفيذ الركلة الحرة وظهر اسكو في الفيديو اثناء احتفاله باحد الاهداف التي سجلها في اللعبة بنفسه من خلال ركلة حرة مباشرة وعلق عليها قائلا اخيرا سوسدد الركلة الحرة هذا العام في اشارة لرحيل رونالدو وشارك اسكو في 49 مباراة مع المرينجي بمختلف المسابقات الموسم الماضي سجل خلالها تسعة اهداف وصنع عشرة اقترب الفرنسي تيمو باكايوكو لعب وسط تشلسي من الانضمام لميلا خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية حسب ما ذكرت تقارير صحفية ايطالية وذكرت قناة اسكا ايطاليا ان ادارة ميلا تخوض مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في تشلسي بشأن ضم باكايوكو خلال المركات الصيفية الحالية واشرت القناة الان ادارة ميلا عرضت استعارة لعب تشلسي لمدة موسم واحدا مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم البقبل وانضم نجم الفرنسي لتشلسي في صيف 2017 قدما من مراكو بعقد يمتد لخمس مواسم مقابل خمسة واربعين مليون يورو وادع النجم البلجيكي ادنها زهرت حلمه بارتداء قميصري المدريد هذا الصيف بعد ان ظهر بديلا في فوز تشلسي على اولمبيك ليون الفرنسي في كنس الابطال الدولية وعلى ملعب اسطنفورت بريتش فشل الفريقان في هز الشباك على مدار تسعين دقيقة ليحتكما في النهاية لركلة الترجيح التي منحت الفوز للفريق اللندني بخمس ركلة مقابل اربعة وشهدت المباراة الظهور الاول لنجم البلجيكي مع البلوز بعد انتهاء عطلته عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كاس العالم 2018 بروسيا واحتلال المركز الثالث وقطع اللعب الشك باليقين حول استمراره مع كتبة الايطالي موريسيو ساري وعدم الانتقال لريال مدريد الاسبانية وحل المتوج ببرونسية المونديال بديلا في دقيقة 68 على حساب البرازلي ويليان عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع ان يعوض كيبار زابلانجا كورتوا في تشلسي شاركنا برأيك شكرا للمشاهدين 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 شكرا للمشاهدين